شدد رئيس مجلس الوزراء على أن الدولة المصرية حريصة على سداد مختلف الالتزامات السيادية عليها من ديون وأقصاط في توقيطاتها المحددة كما أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مواصلة الدولة العمل على توسيع نطاق الشركات التي تحصل على الرخصة الذهبية للاستثمار التوسع في نطاق الشركات التي تحوز على الرخصة الذهبية نحن كان القانون يقول أنها فقط للمشروعات الاستراتيجية الكبيرة لكن نحن دخلنا في التعديل أن لا تبقى لأي مشروعات الدولة المصرية ومجلس الوزراء شايف أنها تستحق أنها تأخذ هذه الرخصة فنقدر أن نعمل هذا الموضوع كل القيود التي كانت موجودة فيما يخص تأسيس الشركات والسماح بترخصها وبالذات في مجالات يمكن كانت مرتبطة بصناعات بتقوم على الغاز الطبيعي والطاقة زي الصناعات البيترو كيمويات ابتدينا النهاردة بنسمح أنها تبقى موجودة وتعمل بنظام المناطق الحرة ولكن طبعا مرتبطة بموافقة المجلس الأعلى للطاقة علشان يبقى مرتبطين وملتزمين أن فيه توافر الطاقة الكافية لهذه المشروعات فنقدر نفتح لها هي كمان نظام المناطق الحرة وفتحنا المدة اللي ممكن أنها تؤسس من خلالها الشركة أو المنشقة الجديدة لإقامة هذه المشروعات لغاية تسع سنين علشان يبقى موجودة والحقيقة يمكن نقطة مهمة جدا في التعديلات ودي اللي أنا حابب أن أنا أصلت عليها الدو أن النهارده بقى من خلال التعديلات اللي تقدمنا لها للبرلمان ويمكن حصل عليها النقاش في مجلس النواب مؤخرا وإقرار موافقة عامة لها أن إحنا يجوز بقرار من المجلس الوزراء منح حوافز لعدد من المشروعات اللي المجلس يحددها تحديدا أن يعفى من مقابل الانتفاع للأرض المخصصة لإقامة المشروع لمدة عشر سنين يعني بمجرد ما يشغل المشروع أنا ممكن أعفي لغاية مية في المية من حق انتفاع للأرض لمدة عشر سنين أن أنا أردله حتى جزء من قيمة الأرض لو هو بيتملكها أن نسمح بإنشاء منافس جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثماري وارداته بالاتفاق مع وزارة المالية